طيب من هذا الفنان المصري الذي أعلن عن تأجيل إطلاق ألبومه بسبب رحيل الملكة ليزابيس أسانيو حددا عليها إلى مغني عراقي شيعي من أصول إيرانية يدعى باسم باسم الكربلائي مع الأسف الشديد قام بالهجوم على الصحابة والإساءة إليهم بماذا تعلق على ما قام به هذا المغني الشيعي العراقي حقيقة قبل أن ننظر إلى باسم الكربلائي من حيث أنه شخصية ننظر إلى منهج يستهدف السلم الأهلي في العراق نحن في العراق سنة وشيعة عشنا في بلد متأخين عشنا في بلد بسلام ونحن متعايشون منذ قرون في هذا البلد منذ دخول الإسلام إلى العراق في عيد عمار عبد الخطاب رضي الله عنه العراق فتحه عمر وأقام فيه سيدنا علي الخلافة رضي الله عنهما أقام فيه الخلافة في الكوفة واستمرت بعده أيضا في عهد سيدنا الحسن خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا الخلفاء الراشدون خمسة ليسوا أربعة الخلفاء الراشدون خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك ملك ثلاثون عاما تنتهي بتنازل الحسن لمعاوية فالحسن ضمن شقبة الراشدة رضي الله عنه طيب نعود إلى الموقع يعني الرسول تحدث عن أن الخلافة ثلاثون عاما ستكون لهذا الوقت وبعد ذلك ملك يكون ملك معاوية أو الملوك يسمى خليفة وخلافته منعقدة لكن ليس بالحقبة الراشدة الحقبة الراشدة تنتهي بتنازل الحسن لمعاوية تمام رضي الله عنه مجمعي كان ملك معاوية كان ملكا ولكن أيضا ناله ما ناله من الفتوحات ونشر الإسلام طيب نعود إلى موضوعنا عاشا السنة والشيعة في العراق متأخين وعيشنا بسلام نختلف معهم نعم عندهم آراء وعندنا آراء عندهم شخصيات مقربة محببة ينتمون إليها يقدسونها وعندنا شخصيات محببة لينا نقدسها ونعظمها ولكل أدلة وفي النهاية كلنا سيلقى الله سبحانه وتعالى على ما يدين به تمام كلنا سيلقى الله تعالى على ما يدين به هذه من حيث علاقة العبد بربه لكن من حيث علاقتنا بيننا عشنا متأخين وعشنا بسلم وكان العراق يسوده السلم الأهلي ما كان أحد يعرف هذه الألفاظ نشأ في بيئة وله عبادته وإلى آخرها إلى أن صار ما صار بعد 2003 باحتلال العراق بدأت تنفث الأفاع المسمومة وذلك أن هناك شخصيات جاءت إلى العراق لم يكن عندها قاعدة جماهيرية فماذا تفعل؟ هو لا يستطيع أن يكون حزباً الآن ليأتي بأصوات تنتخبه فبدأوا يلعبون على وتر الطائفية أنت من هذه الطائفة وذلك من تلك الطائفة وأنا من تلك الطائفة وإلى آخر يجب أن نكون أنا وأنت يداً واحدة على ذلك غذوها وأهل العراق أهل عاطفة جياشة يستثارون بالعاطفة بسرعة ومع الأسف غذوا هذه العاطفة بحقد فالموضوع يتعدى موضوع باسم الكربلائي باسم الكربلائي بوق ناعق هناك من كتب له القصيدة وهناك من روج له وهذا الرجل يعني يقيم المجالس ربما لا تصدقوني إن قلت المجلس الواحد بعشرات الآلاف من الدولارات ليست مبالغة أربعين خمسين ألف دولار للمجلس الواحد الذي لن يسترغ أكثر من ساعة ثم يرجع بعد ذلك إلى محل إقامته ويترك العراق الجياء العطشة جنوب العراق من إخواننا أهل الجنوب الذين عشنا معهم في سلام جياء عطشة أطالة ومن جميع النواحي حتى ماء عذب لا يجدون يشربون اشتركوا في القناة